اقتصادياً أعلنت وزارة الكهرباء أن إيران لم تزود العراق سوى بخمسة ملايين متر مكعب من الغاز مشيرة إلى أن هذه الكمية لا تسد سوى عشر بالمئة من الحاجة الفعلية للمحطات الكهربائية الوزارة أوضحت في بيان أن محطاتها التي تعمل بالغاز بحاجة إلى خمسين مليون متر مكعب من الغاز وبالتالي فإن الكميات التي وصلت قليلة جداً لتشغيل المحطات التي تعمل ثمانين بالمئة منها بوقود الغاز في حين حذرت فيه من انقطاعات في التيار الكهربائي بمناطق بغداد ومحافظات الفرات الأوسط بسبب قلة الغاز